السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اول حاجة نتمنى تكونوا دوجت رمضان بخير والله خير وعيد مبارك سعيد للجميع يعني جميع اه المشاهدين والمشاهدات اه عينما حلوا وارتحلوا جميع اه في جميع الدول العربية والاسلامية جمعة اتمنى لكم عيد مبارك سعيد اه مرة اخرى نلتقي بكم مع اه سي توفيق الجهاري اه انت فلي تفضل مشكورة سي توفيق اه كانت منك اولا بعدا عيد مبارك سعيد وانتمنى تكون دوجت رمضان بخير والله خير بخير عشان بروكة عليناه عليك باش ما سمنيتي وطول العمور نقاع الاخوات والاخوات اللي كيتابعونا فلاشين جواد بو صارف انا بدوريك انا اتمنى لكم عيد مبارك سعيد باطيب تعني وتبريكات وطول العمر ان شاء الله اعواما عديدة وازمينة مديدة رجعنا معكم فيديو جديد طبق جديد افكار جديدة ان شاء الله لانتمنى الاعجاب ديلكم اليوم انا وجدو طاجين بسمك القرش او الروكان باش باش اننا نوجدو سمك دينا تحتاجونا مقادر وخضار وعطرية اللي غادين نقول للكم حالا نحتاجو جوج بصلاة متوسطين كبار متوسطين تالكبار يعني اقدمك اللي بصلاة مشي مشكل شوية ديال الملح شوية ديال تحميرة تحميرة سكينجبير والخرقوم ثلاثة الفصوص ديالتومة اربعة معرخ صبور ومعد النز بقطعين والكمون ولي بزار وسمك القرش ديالنا نحتاجو فيها خمس مئة سكرام يعني نس كيلو في الفلاء حلوة تنقطعها دواور ماطيشة تنقطعها دواور وبطاطا تنقطعها طويلة ورقيقة باش ما تشدناش الطيام وبالاضافة للحمد اللي سيعطي بنا ولد الطبق ديالنا كما كتشوفوا معايا اننا قطعنا لبس ديالنا في الاول غالي نخلطو هاد المكونات اللي عنا نايف هاد الصحن هذا اللي كتشوفوا معايا ونرقضو فيه سمك ديالنا ثم اسابه معايا كيفاش طريقة وهادك تعتبر من احسن طرق للطرقات الى وان نصوب الطاجين ديال ديال السمك هادي احسن طريقة كنا نترقضو واحد شوية ندخلو العطرية ديالو وتشرب مزيان عاديك ساعاتين هتحطوه في الطاجين تنزيدو واحد شوية ديال زيت قيمت جد معاك كبار تل ثلاثة ونسكس ديال الماء تل كاس ماشين مشكين حيث اصلا ما غادش نزيدو الطاجين يعني ذاك الكاس ديال الماء بحالي لا غاد يدلوحوه من من الاخر تاني بدون مرنا نشربو سمك ديالنا في هاد الحشوة اللي درنا كيما كنتشوفوا معايا دعبا سمك ديالنا رقصنا مزيان حيثنا منه الزوائد لسي تكون فيه وبقال اذا بغير طياب كيما كنتشوفوا معنا احنا ارقضنا مزيان نقطع على جناب سنبدأ ونستفوف الخضر ديالنا كاول عنصر كنسبقوه هو البطاطا قطعناها طويلة ارقيقة باش ما تشد من لاش الطياب يعني بطاطا تكون تكون متوسطى تال كبيرة على حسب الساعة ديال الطاجين عندكم يلا كان كبير تقدروا تديرو كبيرة ولا تاجو جوج مويان ماشي مشكي تستفوه من التحت كما كتشوفوا معايا سنحطو الاجزاء ديال يسمى الروكان او القرش كما سنقولوا ليه في المغرب يسمى بسمك القرش يعني وفي بعض الدول العربية ده بات سنحطو الخضر اللي قتلينا سنسبقوه الحلوة سنحطوها كما كتبع معنا سنحطوها ديال حلوة اللي عندنا يعني احبا احبا متوسطى ما شيء ما كبيرة شيء واحبا ديالما طيش اللي قطعنا دوا وارتنحطوها تحية الفوخ بالنسبة للحمض سنقسمو الحمض على جوج وراحض النصف سنعصره والنصف الاخر تنقطعها كمورسوة سيساعدنا في الديزاين ديال الطاجين ديالنا او دزين وكما كتعرفوا اخوتي اخواتي دي ان الحمض ما تزيد غير لده وما داق لطاجين ديال السمك يعني كما كتشوفوا معنا كنقطع طريفات وتنحطوها من الفوق يعني الزريعة الزريعة اللي قطعو تحت هي دوارا حسن مش متعطناش المرورة لما دق مور للطاجين ديالنا نبقى هاد شوية ديال اللقام اللي بقت لينا للمريق اللي رقدنا فيها السمك نحطوها من الفوق كاكا نوزعها من الفوق بش تعطينا تعطينا بنا الخوضر ديالنا وديكوراسيو هادو هادو الامسات كما تشوفوا معنا هو شكل نائي من بعد من بعد التقديم ديالو قد نردو عليه الطيب مدة ديال ساعة سال ساعة واربع على حافية ميلا نطيب على خاطر ما هنزيدو اليهلا مال اول ما كمشت ما في اللول انا ندرنا واحد الكاس ديال اللي ما طينا دابا اخواني اخواتي قشوفوا معنا الشكل النهائي ديالو بعد ما طعب تنتمنى نوعينا الاعجاب ديالكم متيبان سبارك الله تايشي هي تتمنى انكم نجربوه في المنزل اليالكم لوليداتكم للعائلة للحباب يعني طبق في المستوى تايشي. ولا داعي انا نزيد نذكركم بالماذاق ديال ديال اسمك ككل للمغرب ديالنا الحمد لله تايطل على جد الواجهات بحرية. يعني كيف يخرب واحد طروات طروات سماكية اللي لا يستهنوا بها. انتما اخوتي وكنتمنى ان شاء الله دوام الصحة والعافية مع متمنية لكم بالسعادة وطلط العمور في الايام المقبلة ان شاء الله وارفعنا هذا الوباء. وكنضرب لكم واحد ان شاء الله في فيديو ان شاء الله جديد. واطبق جديد ان شاء الله لاتنا الاهجاب ديلكم. مع تحيتي اخكم توفيق الجواري. هنخليكم مع سي جاواد وزريك. نشكرون سيتة وفيقها للطبقة ده والطاجين انتمنا هنا الاعجاب ديلكم انتمنا تجربوا. ودائما كيما ولفتوا مع تاوفيقها دي ماء الجديد ان شاء الله. اه نضرب.